الذين ضيعوا عقيدة الولاء والضراء يفتتنون بمثلا النصراني أو الكافر إذا كان عنده أعمال خيرية مثلا كفالة أيتام، علاج مرضى بالمجان، تدريس طلاب على نفقته مثلا فيقولون هؤلاء في الجنة يعني ما أقول الآن الاختراع الكهرباء هذا واختراع التكييف هذا أنت الآن جالسين هنا في مكيفات والاختراع في النار أنت في الجنة يعني في بعض الناس المنطق عنده وهكذا ما في يعني دخول جنة ونار على التوحيد ولا على حسب خدمة البشرية إيش الميزان عند الله؟ بعض الناس يقول لا على حسب خدمة البشرية وما لدخل التوحيد إيش يكون دينه يكون؟ مدام خدم البشرية يروح للجنة فتضيع قضية الولاء والبراء هذه سببت فتنة أيضا حتى أن بعضهم خلص ينادي أن الأديان خلص كلها كلها واحدة الشيخ والقسيس قسيساني وإن تشاء فقلهم شيخاني إذا قلت قسيسان صح وإذا قلت شيخان صح معا في فرق بين مسلم ونصراني طيب الآية لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح والمريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالثة ثلاثة والذي نفس محمدين بياذي لا يسمع بي يهودي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا ميؤمن بالذي أرسلتو بي إلا كان من صحابي النار أبدًا هذا يمكنك أن نفرقه مجبراه لقد وفلقه مجبراه أذكر بقية رعبة فقيقد أنه تكون الكثيرا كذلك ابيل أنه دعونا فإنه هبدا أو أنه ليستيقا أيضا أنه لا أنه يظهر والذين يكونون تتير الألغاء فقط أنهم يصحيحون تصببونه تقريبونين أو يritt Earlierية فقط أنه يكونون سبيل منذ أشكر أنه يكون انهربين أو يتعلم أن يتعلم أنه دهنيه كان يتعلم أنه يتعلم أن يسعني في مجزولة ليرا en enfer نهتم pas musulman vraiment le coran dit-il cela